اشتركوا في القناة وبنيها وجعلنا الله وإياكم ممن حاز رضاها في الدارين بحق الحسين وجعلنا الله وإياكم في جوارها في الجنة بحق محمد وآل محمد الباب السادس في أحوال متعلقات الفعل يدخل الفعل على الجملة فيكون ركنا في الإسلامية الإسناد مسنداً إليه مسنداً يكون ولا يجعل الجملة فعلية بالضرورة أعيد يدخل الفعل على الجملة فيمثل مع غيره من الأسماء كلاماً تاماً إسناداً تاماً ويكون الفعل دائماً وأبداً كركن في الكلام يكون مسنداً حتماً لكن وجوده في الجملة لا يجعل الجملة فعلية بالضرورة فإنه قد يكون خبراً كقولك زيد قام غير قولك قام زيد زيد أكل إذن تبقى الجملة إسمية وإن كان ركن الإسناد فيها فعل وهذا ما تقدمت الإشارة إليه سابقاً حتى في الشرطيات يلحظ وجود الفعل على كل حال كجزاء وهذا الفعل له متعلقات هذا الفعل له متعلقات إذ إنه يرفع فاعلاً ونائب فاعل وينصب مفعولاً وأحوالاً ومنصوبات الكلام كثيرة كل هذا يعبر عنه متعلقات متعلقات الفعل متعلقات الفعل ولذا ولذا تقول أدب الوالد ولده تحت الشجرة تحت الشجرة جار مجرور متعلق به هذا البي ما هو إما مشتق وإما فعل زيد في الدار مقيم أو سكن أو استقر تقدر فعلاً أو تقدر اسم فاعل واضحاً إن شاء الله الظروف والجار والمجرور تتعلقان بعامل هذا العامل ما هو فعل أو اسم فاعل كلمنا عن فاعل فعل إذن قل في أحوال متعلقات العامل وقصدنا بالعامل هنا الفعل لأنه لو قصدنا العامل بقسمه الفعل وما يعمل عمله صار الكلام مطلقاً إنما كلامنا هنا بخصوص العامل الفعل جميل يقول المصنف الكريم وضعية الفعل أن يتقدم على متعلقاته فهو يتقدم على فاعله وعلى نائب الفاعل ويتقدم أيضاً على مفاعله كلها وعلى منصوباته أجمع فإن حصل في البين ترتيب آخر فلعلة فما هي العلة تضح المطلب إن شاء الله إذا اختل وليس من الخلل المعيب إذا تبدل السياق والترتيب في سبقي أو في أسبقية الفعل فإنما هناك علة فإنما هناك علة ويبقى الكلام على سياغته وسياقه في أن يتقدم العامل فإن تقدم المعمول فإن تقدم المتعلق إذا لاش ما سميناش نحن معمول بالله لأنه مش كل شيء يأتي بعد الفعل معمول له يعني بالله ما هو العمل والأثر في الجار والمجرور مع الفعل ما في بس في تعلق في تعلق به ضربه تحت الشجرة إن موقع الفعل تم تحت الشجرة بس لم يؤثر الفعل في الجار والمجرور ولم يؤثر في الظروف مثلا ليش يؤثر في الظروف نصبا فمش دائما الفعل يعمل في غيره لكن غيره يتعلق به ولذا سم الباب متعلقات الفعل فإذا ما قدمت المفعول به فلحكمة وإذا ما قدمت الظروف كذلك وكنت قد شرحت هذا في عدة مواطن كقولك عند الراس صليت عند الراس الشريف صليت مثلا تتقدم عند وهو ظرف ومثله الظروف الأخرى مثلا مع الإمام سرت وهكذا إذن تقدم الفضلة وتقدم المنصوب وتقدم المجرور على عامله على المتعلق به لحكمة بلاغية هذا البحث معقود لهذا التطبيق قال المصنف الكريم في أحوال متعلقات الفعل متعلقات الفعل كثيرة وعدت منها المفاعل كلها بل المناصيب تقول المناصيب ولا المنصوبات ما تشاء بس لا تقول نواصيب وكل ما بول قل المناصيب النواصيب المنصوبات ما تشاء كثيرة أكثرها شهرة المنصوبات ومنها الظروف أيضا جيد ومنها ما يقوم مقام الظروف في الجر مثلا كالجاري والمجرور فهو والظرف شبه جملة إذا المتعلقات كثيرة قال منها المفعول بل منها المفاعل مفاعل سلام الله والحال والظرف والجار والمجرور والتمييز وهذه المتعلقات أقل في الأهمية من ركني الجملة وهذا صار وديهيا لديك ركني الجملة مبتدأ وخبر أو اسم وفعل هذا من الفضلة لكن هذا من الفضلة أين يا أحبة في النحو أما في البلاغة وإن لا يسمى عمدة وإن لم يسمى عمدة إلا أنه تتبعه القصود وإنما يكون مقصودا بالخصوص صح فضله يتركب الكلام بدونه ويستغنى عنه في الجملة المفيدة عن الظرف والمفاعل كلها لكن كبليغ وحكيم إنما أراد إيصال مطالبه إلى الطرف الآخر عبر هذه الألفاظ فإذا كل لفظ مقصود مقصود جيد فإن كان فضلة لكنه في البلاغة مش عمدة أقول لكنه في البلاغة أساس إذ لو لم يرده المتكلم لما أتى به حشوا في الكلام جيد قال ومع ذلك فقد تتقدم عليها أو على أحدهما جيد عفر عليهما فقد تتقدم عليهما أو على أحدهما كقولك مثلا مثلا على طربة الحسين سجدت قدمت على نقطة والحفر على الفاعل والفاعل على طربة الحسين جبت جار ومجرور إضافة ثم أتيت بالركنين فقلت سجدته سجدته هو هو المسند والمسند إليه فعله فاعل فقدمت الفضلة النحوية على الكلام كله ومع هذا تقول تفاحة حمراء اشتريت أيضا نفس الشيء وهكذا إذا تتقدم على أحد الركنين كما لو قدمت المفعول به على الفعل فقط دون المبتدأ كما لو قلت زيد أباه أكرم زيد أباه قدر زيد مبتدأ أباه مفعول به لمين لقدر جيد زيد أخاه ضرب زيد طفاحة أكل مليح ظلكم أكل أصعد إجاسة يعني أكل أسعد إجاسة جيد إذن زيد أو أسعد أسعد إجاسة أكل قد ذكرت المبتدأ ثم ذكرت المفعول به ثم ذكرت الركن الثاني في الإسناد فقد يتقدم المفعول على أحد الركنين قد يتقدم عليهما معا كما لو قلت إجاسة أسعد أكل سيفه سلا سايد سايد ما عنده سيف قال فيقدم المفعول لأغراض كثيرة أهم أشوف تنوين ما أجمله بالتوسعة لأغراض يعني لأغراض كثيرة مثلا أهمها تخصيصه بالفعل موافقة المخاطب أو تهطئته الاهتمام بالفعل التبرك التلذذ يعني أن تقدم هذه المفاعيل أو هذه المتعلقات لأسباب يعني مثلا تقول فرضا من باب المثال حسينا فديت أن تقول فديت حسينا بالإمكان هذا المعنى جيد قال لك آمنت بعلي تقول حسنت بعلي تؤمن اتكررتها أنت مرة أخرى موافقة للمخاطب مرة تخطئة له مثلا مرة تخطئة له كما لو قلت مثلا معصية تصدر من المعصوم لا واستفهام قدمت المفعول به أنت هذا من باب التخطئ هذا موافقة المخاطب أو تخطئة معصية أنا قلت غلط بمعصية يعني بعد أنه يخرج عن مكان الشاهد شو تقول انت ساعتها معصية يصدر المعصوم مثلا جيد تخصيصه بالفعل تخصيصه بالفعل إنما التفاحة اشترى مثلا أو تفاحة اشترى الاهتمام بالفعل تقدمه عليه فلو قلت مثلا من باب المثال إنما إنما ولدا إنما مجنونا ربا فلان لأن المجنون يصعب الاعتمام به والاعتناء به وإلى آخره إذن البلاغة دورها عريض وبابها وسيع قال ويتقدم كل من الحال والظرف هو كان نحكي عن المفعول بالأول نحن جبنا غير مفاعل جبنا غير مفاعل بالأمثلة أنا كان من قصد التقدم المتعلقات بس الأمثلة التي أتيت بها كلها مفاعل أليس كذلك جيد جيد لأني أتيت بجار ومجرور لما قلت بعلي لا كان من قصدي أنا نعم وليت عاليا جيد جيد فأنا كان من قصدي أن يتقدم المعمول مش خصوص المفعول وإن كان ذكر هو بالخصوص أن يتقدم المفعول وهذه أبوابه طيب أن يتقدم الحال والظرف والجار والمجرور أيضا كذلك منها تخصيصها بالفعل يعني أنت تخصص بالفعل تحت الشجرة نام الطفل إنما النوم صار تحت الشجرة ومنها كونها موضع الانكار تحت الشجرة ينام أبوك يعني وأنت على قيد الحياة أترضى منه هذا ومنها مراعاة الفاصلة أو الوزن لا تقل كما في القرآن الكريم لأن القرآن لا يقال بحقه إنما رتب آياته ترتيبا شكليا حتى يحفظ الوزن وإنما فيه فوائد وإنما تحته أهداف نعم الشاعر والبشر الذين يرتبون سجعا ونظاما وقافية تقول ثعم صحيح والأصل في المفعول أن يؤخر عن الفعل صح ولا يقدم عليه إلا لأغراض لطيف هذا التعبير لا ماذا قال المصنف والأصل في المفعول أن يؤخر عن الفعل ولا يقدم عليه إلا لأغراض كثيرة كيف يعني لأغراض كثيرة وخلفت الأصل إذا كانت الكثرة في جانب التقديم معاش يصلح منك أنك تقول الأصل أن يؤخر قد يلزم تخصص الأكثر ولذا قل الأصل في المفعول أن يؤخر عن الفعل ولا يقدم عليه إلا لأغراض مفيدة إلا لأغراض مهمة وضح المراد يعني هو يقول الأصل أن يتقدم الفعل على المفعول جميل شو بصير خلاف الأصل قلة في موارد يتقدم المفعول على الفعل بس لا يصلح هكذا في الصياق أن نقول الأصل في الفعل أن يسبق المفعول ويتقدم المفعول عليه في مواضع كثيرة هذه الركة أنا قزي هذه الركة لو قال بدل كثيرة لو قال مفيدة ومهمة لكان أفضل وليبقي الأصل على أصله نعم هي هذه المواطن المفيدة ستكون كثيرة يعني غير قليلة لكن بالنسبة تبقى نادرة بلحاظ الأصل بالنسبة إلى العصل يعني فهي أقل منه حتما منها التخصيص إياك نعبد الله نخشى ولا نخشى سوى ومنها التخصيص كقوله تعالى إياك نعبد ردا على من قال أعتقد غير ذلك أو ردا على من تعتقد فيه عدم موافقتك تقول الله نعبد الرب نخشى ومنها التبرك القصد بالتبرك يعني إبداء الأهمية والاعتناء قدسا قدسا يعني لتقديسه وإلا التبرك قد يكون مصطلحا خاصا قد يكون مصطلحا خاصا قد لا يفهمه سواك من غير أبناء سلكك وعرفك إذن شو المراد بالتبرك هنا يقول التبرك عن الاعتمام هذا معنى البركة أنت تتبرك بأول ملفوظك بأوله بأول كلامك قبلها ومنها رعاية الفاصلة خضوه فغلوه ثم الجحيمة صلوه أنا قلت لكم فيما مضى لا أحب أن تكون العمدة كل العمدة في مثل هذه المواطن هي ترتيب الفواصل يعني يكر المصنف فيقول ثم الجحيم صلوه قدم الجحيم على الفعل وإلى أصل العبارة ثم صلوه الجحيم فيقول لماذا قدم المفعول على الفعل حتى يتناسق الهاء مع الآيات الأخرى باعتبار خضوه انتهت بهاء فغلوه أيضا كذلك ثم الجحيم صلوه ناصقت الهاء الأخيرة مع الآيات قبلها هذا غير لطيف على إطلاقه يعني غير لطيف وإن كنا لا ننكر حسن هذا الترتيب وهذا التنصيق بين الحروف في أواخر الآي قال ومنها التلذذ نحو الحبيبة قابلت الحسين زرت أن تذكر اسما محبوبا أو اسم المحبوب وهذا يشبه التبرك يشبه التبرك من جهة الاهتمام والاعتناء لكن المراد عندي في البيان هذا أنه مرة مش لأجل الاهتمام والاعتناء هو لأجل لفتة النظر إليك أو لفتة السمع عندك إلى أن هذا الاسم محبوب لدي إما اسم حبي اسم محبوب وإما اسم محبوب يعني أحيانا يكون النغم والإيقاع في الكلمة لطيف مثلا وأحيانا يكون المضمون لطيف ويسمى تلذذ يعني أتلذذ به أتفكه هذا أجعله من فاكهة البدء بالكلام قال والأصل في العامل أن يقدم على المعمول وهون عاد إلى العنوان الأول الذي كنت ذكرته لك قلت قال متعلقات الفعل وإن كان تعبير عن الفعل بالعامل لطيف لكن نحن عم نذكر المفاعل أو عم نذكر المتعلقات العامل أخص لأنه قد يكون من المتعلقات ما لم يتأثر بالفعل لم يعمل الفعل به فكيف تقول هذا من العامل مثل الجار والمجرور الآن فيما يعمل فيه الفعل ويؤثر قال الأصل أن يتقدم على المعمول أي أصل؟ الأصل الطبيعي بالطبيعة أنه هذا يؤثر رفعا ونصبا تجعل الرافعة والناصبة أولا ومثله الجار كما أن الأصل في المعمول أن تقدم أن تقدم في المعمول أن تقدم عمدته على فضلته صح فيحفظ هذا الأصل بين الفعل والفاعل يعني وإن كان الفعل والفاعل عملتين وركنين إلا أن الفعل يقدم على الفاعل أما بين أما بين مش إما عندنا خطأ أما بين الفعل والفاعل ونحوه أو إما فيحفظ هذا الأصل بين الفعل والفاعل إما بين الفعل والمفعول أي هي أما لازم تكون لأنه إما خطأ ولذا قلت صلحوها أو صحيحوها المهم ألفتوا عنايتكم إلى شيء لفت إليه المصنف الكريم يقول أنا قلت لك هذه الأصول ترعاها ويقدم المؤثر في المؤثر يقدم المؤثر على المؤثر ويقدم الفعل على المفاعيل ويقدم العمد على الفضلات هذا كلام سليم هذا الأصل ونخرج عن الأصل لحكمة بلاغية لطيف ومن المواطن هذه أن تقدم المفعول بل المفاعيل على ما نصبها وأن تقدم الأحوال وأن تقدم التمييز وأن تقدمه صح لكن لا تشتبه في مقام العد وتقول ويقدم الفاعل على الفعل لا بس تقول ويقدم الفاعل على الفعل صرت فيه حسن صرت فيه باب المبترأة والخبر معاش من باب تقديم الفاعل على الفعل صرت من باب تنصيق جملة أخرى وإسناد آخر فأقدم لك كل الفضلات والمعاميل أو المعمولات ما تشاء اجمع أن تقدم المعمولات كلها على ما عمل فيها وأثر لطيف ومنه تقديم الخبر على المبتدأ أقبل لكن ليس منه تقديم الفعل على الفاعل أعفوا الفاعل على الفعل لأنه يصير من باب المبتدأ والخبر زيد قام ترتيب الجملة فعل وفاعل ما فيك تقول لي والأصل عندي أن تكون زيد قام زيد لا إما أن تقصد من الأصل أهمية الفعل فتقول قام زيد أو الأهمية المبتدأ مش للفاعل الأهمية المبتدأ فتقول زيد قام ولا تجعل أحدهما مقلوبا عن الآخر واضحا إن شاء الله إلا على الرأي الكوفي حيث يقولون بأن الفاعل وإن تقدم يبقى فاعلا ولا يصير مبتدأ على كل حال تضح المطلب قال المصنف الكريم فيختلف الترتيب للأسباب التالية واحد إما لأمر معنوي نحو وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى سياغة العبارة العربية وجاء رجل يسعى من أقصى المدينة أو جاء رجل من أقصى المدينة يسعى بس التفصيل حسن ما يظهر من شرح العبارة من شرح الألفاظ في الآية الكريمة الأصل فيها هكذا جاء رجل يسعى من أقصى المدينة كم تقديم بتقديم عندك هون جاء من أقصى المدينة رجل يسعى وهذه من اللطافة وعفكرة ومن الأسر والجذب وجاء من أقصى المدينة بعد الفاعل ما انذكر بسعطاك الحدود التي ينبغي أن تلتفت إليها ثم أتاك بالمخبر فقال جاء رجل إذن جاء من أقصى المدينة من بعيدها يسعى يستعجل حيث إن القوم يأتمرون بموسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله على كل حال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى فلو أخر المجرور لتوهم أنه من صلة الفاعل هذه نكتة نحوية بس أنت خليك مع البلاغة يقول فلو أخر المجرور لتوهم أنه من صلة الفاعل فاعل هو رجل وإذا قلت لك رحمكم الله جاء من أقصى المدينة رجل يسعى لو قلت جاء رجل من أقصى المدينة صار في احتمال عندك يكون أنه هذا الرجل من أقصى المدينة مش يسعى من أقصى المدينة واضح؟ يعني جاء رجل من أهل قوم مثلا جاء رجل من أقصى المدينة إذن هذا مكانه أقصى المدينة بينما أنا أريد أن أثبت أن سعيه كان من أقصى المدينة واضح الترتيب؟ جيد قال وإما لأمر لفظي نحو لقد جاءهم من ربهم الهدى خطأ طباعي غلط كبير وإن كان في الآية لقد جاءهم من ربهم الهدى فلو قدم الفاعل لاختلفت الفواصل لو قدم الفاعل وقال لقد جاءهم الهدى من ربهم قدم الفاعل على الجار والمجرور لاختلفت الفواصل لأنها مبنية على الألف قصده الألف المقصورة نعم صحيح لأنها ختمت الآيات بالألف المقصورة فلو قال لقد جاءهم الهدى من ربهم لاختلفت وقفات الآيات في نهاياتها بعد وإما للأهمية شو الأهمية الأهمية كأن تقول قتل الخارجية فلان شو القصد فيها لهذه العبارة يعني إن شخصا قتل تريد أن تخبر أنه قتل قبل أن تريد أن تخبر من قتل من قتله واضح يعني أن تقول هكذا قتل الأمير فلان ومرة تقول قتل فلان الأمير الأهمية لمن إذا كانت الأهمية للأمير فقدمه حتى لو كان مقتولا أن قتل الخارجية فلان لأنه أصلا نحن عم نقدم المفعول نحن عم نقدم المعمول وإذا قلت قتل الخارجي بصر من باب نائب الفاعل ونائب الفاعل عمدة جيد لا قتل الخارجية فلان يلا صح قال وأما تقديم الفضلات على بعض شوف تقديم الفضلات على بعض اختلف فيها القوم أي مختلاف يعني لو اجتمع عندك من المفاعيل الخمسة ثلاثة أو أربعة أي المفاعيل يقدم على أي فما هو الترتيب الأصلي بهذه الجملة كأن تقول أكرم الولد أباه يوم الجمعة إجلالا مثلا شو بعد في البيت أو ظهرا مرد الزمن في البيت مثلا أي المفاعيل تقدم على الأخرى المفعول به يقدم على المفعول له على الظرف أو الظرف يقدم اختلف القوم فيها اختلافا كبيرا وإن كان شبه اتفاق عندهم على تقديم المفعول به على غيره واختلفوا في الباقي هنا يقول تقديم الفضلات على بعضها أعم من أن يكون تقديم للمفاعيل فيما بينها أو لتقديم الفضلات الأخرى الفضلات الأخرى كالجار والمجرور أو ما سواه قال هذا التقديم مرعي فيه خصوصية البلاغة ولذا قال للأصالة في التقدم لفظا نحو حسبت الهلال طالعا قال الله حسبت الهلال طالعا أي تقديم وتأخير فيه قال فإن الهلال ولو كان مفعولا في الحال لكنه مبتدع في الأصل هذا على الأصل حسبت الهلال طالعا الهلال مبتدع وعمدة في المقام دخل عليه فعل فنصبه على المفعولية قال هذا الأصل طيب أولي الأصالة في التقدم معنا وذلك كالمفعول الأول في نحو أعطى الأمير الوزير جائزة ألبست زيدا جبهة شوف بالأصل معين تبالتفتين بالأصل في عنا حجو ملتين اسميتين فعليتين وحده منهم أصله المفعولين مبتدع وخبار والتاني مش أصلا مبتدعوا خبار مثاله العلم نافع مبتدع وخبر تدخل عليها بعض النواسخ فتقول رأيت العلم نافعا جيد وأدخلت عليها شيئا إضافيا مرة فقلت أريت زيدا العلم نافعا علمت زيدا العلم نافعا أصل المفاعيل هذه مبتدعات وأخبار مبتدع وخبر فهي بالأصل عمد بخلاف قولي ألبست زيدا جبهة ألبست زيدا زيدا مفعول أول جبهة مفعول تاني بس مش أصل هذه المفاعيل بالأصل مبتدع وخبر لأنه ما كان في عندك إسنادتان تقول فيه ضعفوا زيدا جبهة زيدا ذهب فيه اجعلهما مفعولين في عبارة مضعفة كأن أقول شريت زيدا ذهبا ملكت زيدا ذهبا صار مفعول أول ومفعول تاني بس مش أصلهم مبتدع وخبر لأنه زيدا ذهب ما كانت تخبر بأحدهما عن الآخر أقول لك بي عرفت زيدا العلم نافعا أنا أدخلت مفعولا زائدا وإن كان أصل العبارة العلم نافع عرفت العلم نافعا ما في يقول عرفت نافعا العلم لماذا؟ لأن بالأصل مبتدع وخبر وهذا ترتيبه لكن بين زيد والذهب بين زيد والجبة بلا في قد مؤخر لماذا؟ لأنه بالأصل مش مبتدع وخبر في أقول أستطيع أن أقول ألبست جبة زيدا وملكت زيدا ذهبا ليش التاني ما في يقول ملكت ذهبا زيدا أقول بلا بسرعة الاعتناء الخاص فيه إلا أن يشتبه بأني غير ملتفت لأن زيد مالك والذهب مملك واضح إن شاء الله؟ والله بعيد شواضح؟ جيد إذا كان عنا مبتدع وخبر فالأصل أن يراعى تقديم المبتدع على الأخبار على الأخبار وتكون العبارة هكذا زيد محمد نبي صلى الله عليه وآله علي إمام انتبهوا تتعرف ليش؟ علي إمام مبتدع وخبر الأصل أن يتقدم مبتدع على الخبر فلا يصح أن أقول إمام علي إلا أن أعرف فأقول الإمام علي صح؟ إذن علي إمام مبتدع وخبر أدخل عليها ناسخا فأجعل الإمام علي منصوبين على المفعولية فأقول عرفت علي إماما حسبت علي إماما شو صار علي مفعول به وإماما مفعول ثاني أصل العبارة مبتدع وخبر جيد هذا التقديم بين علي وبين الإمام يقتضيه الأصل أي أصل هو اللي شعطك يا هذي معترض الآن لأنه قبل قليل كان يقول قدم من الفضلات ما تشاء أي فضلة قدمها على أختها ما في مانعه يقول إلا أن التقديم أحيانا يرعى فيه الأصول كما لو صار فضلة لكن أصله غير فضلة مثل أن يكون في الأصل مبتدأ وخبر إذا كان مبتدأ وخبر فحافظ على التقديم المبتدأ وتأخير الخبر حتى لو جعلتهم منصوبين بقولك حسبت علي إماما لا تقل حسبت إماما عاليا أبقها على أصلها يقول وهذا لا ينسحب على كل مفعولين فإن من المفعولين ما لم يكن أصلهما مبتدأا وخبرا من قبيل ما لم يكن أصلهما مبتدأا وخبرا من قبيل زيد ذهب بقولي ألبست زيدا ذهبا ألبست زيدا ذهبا مفعول أول ومفعول ثاني ليس أصلهما مبتدأا وخبرا صح لأنه بالأصل قبل ما أدخل الفعل ألبست ما كان عندي كلام تام وإسناد وجملة زيد ذهب زيد جبه سعيد قفة ما كان عندنا زيد جبه الجملة مع إدخال الفعل صلحت وصارت ألبست زيدا جبه سؤال في يقول ألبست جبه زيدا ايه ايه في يقدم الجبه على زيد نعم لأنه اللبس لا يتم لا يتم إلا بين زيد والجبه أو بين الجبه وزيد كلام لا فرق فيه واضح إن شاء الله ملكت زيدا درهما في يقول ملكت درهما زيدا نعم خذها غير هيك أعطيتك درهما في يقول أعطيت الدرهما إياك في يقدم الدرهما عليك وانت تكون مفرحان وصوة تقدم الدراهم كلها علي وأنا مفرحان صح إذن في يقدم الدرهما عليك تقول أعطيتك الدرهما أو أعطيت الدرهما إياك واضح الفرق بين الموردين إذن لما نقول يتقدم المفعول على غيره يتقدم منصوب على غيره التفت للضوابط الأصلية التي قد لا تسمح قد لا تسمح قال أو للأصالة في التقدم معنا وذلك كالمفعول الأول في نحو أعطى الأمير الوزير جائزة فإن الوزير وإن كان مفعولا بالنسبة إلى الأمير لكنه فاعل في المعنى بالنسبة إلى الجائزة عندي كلام الآن هنا تقول أنت أرى فارقا أرى فارقا في ثلاث جمل بين الثلاث جمل جملت حسبت عليا إماما أو جملت ألبست زيدا جبتا أو جملت ملكت زيدا درهما مثلا أو أعطى الأمير الوزير جائزة أو أكرم الوالد ملك الوالد الولد عقارا هذه أصلا ملك الوالد الولد عقارا يقول في الأولى أصل الكلام مبتدأ وخبر والتقديم فيه ملحوظ في الثالثة أملك الوالد الولد عقارا وإن كان فاعل التمليك أصلا هو الوالد بس ما فاعل الملك هو من الولد والعقار ممولك مملوك لن يكون فاعلا حتى لو قدمته لن يكون فاعلا واضحا إن شاء الله جيد يقول ومثاله عنده أعطى الملك الوزيرة جائزة الملك هو الفاعل الوزير هو المفعول به لكنه فاعل العطاء في إعطاء وفي عطاء وفي معطاء الملك معطي أولا الوزير معطى له لكنه مالك لكنه مالك بلحاظ آخر هو مملك هو لو أعطى هذا المثال لأن ذكرته كان أفصح احذف مثاله الذي قال أعطى الأمير الوزيرة جائزة وقل ملك الوالد الولد عقارا أطبق عليه شو قال وذلك كالمفعول الأول في نحو ملك الوالد الوالد الولد عقارا فإن الولد وإن كان مفعولا بالنسبة إلى الوالد لأن الولد هو المملك من قبل الوالد فإن الملك الولد وإن كان مفعولا بالنسبة إلى الوالد لكنه فاعل في المعنى بالنسبة إلى الجائزة بالنسبة إلى العقار بالنسبة إلى العقار ومثاله الآخر ألبست زيدا جبة صحيح فعل اللبس تم بينهما لكن أحدهما لابس والآخر ملبوس قال أو لإخلال في تأخيره نحو مررت راكبا بفلان فلو أخرت الحال لتوهم أنه حال من المجرور شو أصدهون شوفوا يا أحباب أقول مررت راكبا بمسكين من الراكب أنا أنا المار والمسكين ممرور به لو قلت في الترتيب لو قلت مررت بمسكين راكب ما حد فيه أولا أقول راكبا لأن راكب صارت صفة لمسكين مررت بمسكين راكبا تقول لا أنا لا أريد أن أنعت المسكين أنا أريد أن أجعلها حالا مني ولذا أريد أن أقول مررت بمسكين راكبا مررت بمسكين راكبا على أن أجعلها حالا مني أقول وين الاشتباه ممكن يصير بالضبط مررت راكبا بزيد زيد معرفة مش نكرة الحال الحال تكون محتملة هنا لزيد كما للتاء مررت فلو قلت مررت بزيد راكبا لا ولن أسمح بأن يكون راكب حال مني إنما هي حال من زيد لأن زيد معرفة وهو صاحب الحال الذي بعده طيب هذا اشتباه كبير بيحصل هذا اشتباه كبير مررت بهذا راكبا وأنا أصلي براكب شو حال مني مش حال من هذا إذا خلل من أين ستعطيني قرينة على أن تكون راكبا حال منك مررت بهذا راكبا وهذا اسم معرفة اسم إشارة مررت بزيد راكبا من الراكب هنا زيد ولكني أقصد أنا أقول عندئذ قدم وقل هكذا مررت راكبا بزيد ولا تؤخرها وإن كانت فضلة بعد فضلة فيؤتى بها بعد الجار والمجرور أقول إلا عند الإخلال واضح إن شاء الله أو لإخلال في تأخيره نحن مررت راكبا بفلان فرؤخرت الحالة لتوهم أنها حال من المجرور قطعا قطعا قصده بفلان يعني بزيد حتى يكون صاحبها حتى يكون المجرور معرفة من شان يحصل الاشتباه الحقيقي بأن الحال حال من المجرور المعرفة ولا منك أنت الفاعل وهو خلاف الواقع فإنها حال من الفاعل والأصل في المفعول ذكره هذا آخر مطلب آخر مطلب قال والأصل في المفعول ذكره ولا يحذف إلا لأغراض وهذا المعنى تقدمت الإشارة إليه إنه نفعول به فضلة وإن كان فضلة لكن المفعول التفت في مفعول عمدة بيكون أصل مبتدأ وخبر مش عنه عم نحكي قل لا عنه أقول إذا راعي فيه حذف الخبر متى يحسن حذف المفعول أقول إن كان المفعول مبتدأ وخبر فراجع باب حذف المبتدأ والخبر وإن كان المفعول فضلة فالأصل فيه ذكره إلا أن يكون لحذفه فوائد أن يكون لحذفه فوائد وهذه مرت معنا مثلا من باب المثال فرضا يعني وكم ملكتك وكم أعطيتك وصلا ما في مفاعلهم بس هي أبلغ هي أبلغ إنه كم ملكتك يمكن آخر شيء ده بدك أنت تجائر مجائرة وتوضح تقول لي شو ملكتني غاية اللي ملكتني كوب ماء وكب بيت مدر شو حليب إذا كان هودو الكثار عندك لا أنت لو أبقيتها عامة لك أنا أسلم وأفخم تقول كم ملكتك كم أعطيتك كم 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 صحيح أنت حذف هلأ شو واحد من المفعولين مش اتنين لأن الكافي مفعول كم ملكتك كم أعطيتك بعد فيه إذن هذا من الحذف وهو لطيف وهو لطيف مرة أخرى تمدح نفسك الشريفة تمدح ذاتك القدسية وتقول كم أعطيت دارا كم ملكت عقارا كم وزعت مالا تحذف المفعول التاني تقولش كم أعطيت ولدي مالا كم أعطيت ولدي عقارا لا لا حتى لك أيش تزرع في ذهن المخاطب كثرة المعطى إليهم كم أعطيت دارا كم ملكت عقارا كم تصدقت بمال كم على مين مش معروف مين يمكن آخر شيء بيطلع أنه هذا على واجبين نفقة مع شيء من التقصير مثلا بس بالخصوص وشو الفضل سيت فيها وصلى الله على صاحب الفضل محمد وآله الطاهرين طبعا في الرواية على قضية الفضل في رواية أن المعظم الصادق عليه الصلاة والسلام أكل يوما وكان يؤاكله أبو حنيفة إمام المذهب فما أن انتهى الإمام عليه الصلاة والسلام من الطعام حتى حمد الله تعالى ورسوله وقال هذا الشكر لله ولرسوله أو الحمد لله ولرسوله أو هذا من فضل الله ورسوله فقال المجالس قال أو مع الله يشكر أحدا أو يشكر غير الله تبارك وتعالى قال كل صدو فضل يشكر أما التفت إلى قوله تبارك وتعالى لو لا قالوا هذا من فضل الله ورسوله على الناس إذن صاحب الفضل هو الله سبحانه وتعالى وأداته صاحب الفضل هو المولى عز وجل وطريقه فطريق الفضل في الوصول هو النبي صلى الله عليه وآله قال عندها قال والله كأني لم أقرأها أقول صدق أقول صدق وهذه كأن قد تكون تحقيقية أصلا مش تقديرية واقعا لم يقرأها وصلى الله على محمد وآله الظاهرين شكرا